السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج إعجاز الأرقام في جسم الإنسان هذه الحلقات الرمضانية المباركة التي استمرت بركتها من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والحلقات في توحيد الخالق جل وعلا على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل والعلم بالله علم بذاته وصفاته وأفعاله وها نحن نتحدث عن العلم بصفات وأفعال الله عز وجل من خلال بديع خلقه في جسم الإنسان امتثالا لأمره عوذوا بالله من الشيطان الرجيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقوله تبارك وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وقوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وقوله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقوله تبارك وتعالى فقدرنا فنعم القادرون وقوله تبارك وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقوله تبارك وتعالى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان إنه الميزان الحق الذي لا تند فيه ضرة عن مكانها ولا مجرة عن دورانها ولا خلية في جسم الإنسان عن وظيفتها التي خلقها الله عز وجل من أجلها تصديقا لقول الحق تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى نحن في هذه السلسلة المباركة من السياق المبارك حول العين النعمة التي من إلفها ومن إلف الرؤية بها ربما يغفل عن قيمتها وعن حقيقتها الإنسان ولذلك كان الذكر من أعلى المراتب يعني هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في دراجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله الذكر الله ضد الغفلة يعني الذكر ضد الغفلة الغفلة التي تجعل الإنسان ينسى ينسى النعم التي يرفل فيها الذكر يحقق اليقظة يحقق التذكر يحقق التفكر في خلق الله عز وجل وها نحن نتفكر في خلق الله عز وجل الصورة الكبيرة الجميلة لابد أن تتأملها للعين تعرض إن شاء الله بؤب العين القزحية الخلط الزجاجي حافة الشبكية العرسة البلورية الشبكية بطبقاتها العشرة طبق الصلبة المشيمة وهكذا يعني الحياة الصورة تتعرض بشكل بطيء بعض الشيء لكي نتأملها تعمل عين الإنسان من خلال التنسيق بين أربعين من المكونات المختلفة يعني يعني أربعين مكونات مختلفة كمثال مثلا الرموش العضلات عضلات العينين يعني العلسة والجزء الصلب والمشيمة كل ده في منظومة مذهلة للعقول جديرة بالتأمل جديرة بذكر الله عز وجل على ذكر العضلات إحنا يعني هنعرض فيلم قصير كده بعنوان عضلات العينين الله تعالى قد منح العينين ستة عضلات قوية ودقيقة ورتيبة إذ تقوم هذه العضلات بتحريك العينين في جميع الاتجاهات يمينا ويسارا أو إلى أعلى وأسفل تصور أيها الإنسان لو أن عينك ثابتة لا تتحرك ماذا سيحدث لك ستضطر إلى تحريك رأسك بشكل عمودي الأمر الذي سيشق عليك كثيرا ولكنه صنع الله إنه خبير بما تفعلون وعودة إلى قنوات الضموع أو ما يسميها الأطباء الغدد الدمعية والتي تتكون في الجزء الوحشي من الحجرة الحجابية وتكون على هيئة ستة أعواد مليئة ولكنها سرعان ما تشق لتكون قنوات تفتح على الملتحمة وتستمر إفرازات الدموع خلالها باتجاه الجدار الخارجي للعين ولكننا لا نراها لأنها تندفع بيسر في الملتحمة لتصب في القناة الدمعية في الأنف فتتبخر فيها إلا إذا زاد الإفراز فعندئذ تمتلئ المآقي فتفيض العيون بالدموع لأن مجاري الدموع زادت عن منسوبها المحدد فلا نرى أدق من تعبير الفيضان ومن هنا جاء إعجاز القرآن الكريم حينما وصف الدموع بالفيض وليس بكلمة أخرى حين حزن الفقراء حين يصف لنا القرآن حالهم حين قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون تعمل عين الإنسان كما قلت من خلال التنسيق بين أربعين من المكونات المختلفة طبعا الأربعين من هذا التنسيق هذه المنظومة التجول والسياحة المباركة في منظومة عمل العين يحتاج إلى حلقات مطولة جدا ولكن الإعجاز المذهل في خلق الله المذهل للعقول هي أن هذه المكونات لو سقط مكون واحد اختلت الرؤية ويجعل العين عاطلة عن العمل على سبيل المثال عند غياب إحدى الغدل الدمعية التي حدثنا عنها خلال هذا الفيلم تجف العين يعني هذه الدموع اللي عملة طبقة رقيقة على العين في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة وفي غاية الحاجة إذا جفت العين وفي أمراض على فكرة بتحقق جفاف العينين زي ما قلنا في اللسان في أمراض بتحقق جفاف اللسان ففي أمراض بتحقق جفاف العين فتتوقف عن العمل هذا النظام المعقد يضرب الدروينية في مقتل ويصيب التطوريين بالإحباط كما قال أحدهم إنني أصاب بالاكتئاب حينما أرى ألوان جناح الفراشة أو ألوان جناح الطاووس وأدعوه إلى أن يرى ألوان القزحية تحت الميكروسكو منظر عجيب رائع وبديع القزحية اللي هي الجزء الملون في العين اللي بتشوفه أخضر أو أزرق أو بني أو أسود أو كده ده القزحية القزحية دي لو قد لكنك شوفها تحت الفاكوميتر اللي هو اللي بيشوفها تحت الجهاز اللي بيشوفه القزحية عند أطباء العيون بتلاقي منظر بديع جدا لا يمكن أن يأتي مصادفة كما قلت دائما أخي الحبيب إن الله يخلق نعم ولكنه يخلق بجمال وعليك أن تحفظ هذه الكلمة عن ظهر قلب خلق الله ليس ككل خلق يعني أنت تجعل تجعل وتستخدم وتستخدم الآلات أو العناصر التي خلقها الله عز وجل في صنعتك يعني كمن يصنع هذا المكتب مثلا فبيستخدم خامات من صنع الله عز وجل أولا زي مثلا تشكيل الجنين أو كده بقول لك اللي هو الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب أو الاستنساخ حينما يجترئون على الله عز وجل فيقولون عملنا واستغنينا عن الرجل كلام اللي هو الفاجر المجترئ على الله عز وجل إنهم يتحركون في خلق الله فمن الذي ادعى أنه يخلق حيوانا منويا ومن هذا الذي يدعي أنه يخلق بويضة منثوية ومن الذي يمكن أن يدعي أنه يخلق قزحية أو يعم أو يتحكم في حركة الحذقة بالضيء أو بتوسع هذا النظام المعقد لأنكم تفسيره عن طريقة التطور التدريجي كما قلت كما يدعي التطوريون مما يعني أن العين قد ظهرت للوجود بشكلها المكتمل منذ اللحظة الأولى يعني ما ينفعش على رأي نظرية التطور أو نظرية داروين إن العين اتكونت بالتدريج يعني اتكونت الرموش وبعدين العضلات وبعدين عدسة العين وبعدين الملتحمة وبعدين الشباكية لا يمكن أن تعمل العين إلا بكل هذا في لحظة واحدة وبتكامل مذهل وبنظام معقد وبمنظومة عجيبة وهنا لا يمكن إلا أن نفسر هذا الخلق المعجز إلا أنه من خلق الله عز وجل الذي لا تنبغي العبادة إلا له ونكمل بمشيئة الله عز وجل إن قدر لنا الله اللقاء والبقاء في حلقة الغد ما بنأناه في هذه الحلقة حول العين حتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته